2022 والصراع الكبير على مستوى القرات في العالم كله على مستوى المنتخبات خلال العشر تيام أو الأسبوعين اللي فاتوا خلينا هنكلم طبعا نبدأ معك بالقررة الأفريقية لكن قبل ما نبدأ كنت في الإنترو قلت المشهد بتاع محمد صلاح وخروجه مع اتنين بودي جارد وبعض الناس أو بعض المنتقدين قالوا ان الصورة غير لائقة أنا عايز أخد برضو رأيك ايه في الموضوع ده وشفت الموضوع ده ازاي أنا شفت الموضوع بطريقة مختلفة تماما ان هي يعني مش عايزين نقول ان هي صورة غير لائقة محمد صلاح نجم كبير زي ما حضرتك وضحت في الإنترو ان احنا لسه برضو فيه اطار وظروف الكورونا وطبعا محمد صلاح نجم كبير لازم نحافظ عليه شفتنا في اللقاء القبل الأخير في الجولة الخامسة طبعا أنجولة الجماهير نزلت علشان تصور مع نجمنا الكبير محمد صلاح خروجه مع بودي جارد من وجهة نظري هي مجرد حماية للعبنا أنا مش شايف ان هي يعني ضد فكرة ان هي خدت حايز كبير من الحديث في الصحافة والسوشال ميديا في الوقت الأخير وبنشوف نجوم كمان يا محمد يعني بنشوف نجوم على مستوى ميسي على مستوى رونالدو أكيد حتى لو بلعبوا في بلادهم بيكون معهم عندهم حد بيعملوا السبورت دوت لكن خلينا كمان أكمل أن لازم آه الصورة بعض الناس ما عجبتهاش لكن أنا في اعتقاد الشخصي أن ده يرجع كمان لعملية التنظيم داخل الملعب لازم يكون التنظيم لأن أولا دخول الجماهير أو دخول أحد أفراد الجماهير لداخل الملعب ده أعتقد لازم يكون على مستوى التنظيم لازم يتنظم بشكل جيد جدا بعد نهاية المباراة ودي يمكن كانت المشكلة الأكبر بعد نهاية المباراة لازم يكون في الخروج الآمن أولا لكل اللاعبين والحكام وكل الاسطاف لازم يكون خروج آمن من خلال التنظيم المميز ده نقطة مهمة جدا إن شاء الله خلال اللي يمكن المباراة اللي جاية لا مع تواجد كمان إن شاء الله بإذن الله تواجد جماهيري أكبر في مباريات منتخب مصر أعتقد لازم تكون طبعا مهم جدا جدا عملية التنظيم داخل الملعب زي ما هي مهمة خارج الملعب طيب محمد عايز أخد رأيك في إجمالي يمكن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفات الأفريقية المؤهلة لطبعا الدور النهاية والكاس العالم شفت فيها مفاجآت وقفت عند منتخب معين يعني قولي شفت الجولة الأخيرة إزاي أنا شفت إن ما فيش أي مفاجآت من وجهة نظري ما كانش فيه مفاجآت واضحة أنا شاف إن نتائج أنصفة العشر فرق اللي تموا التهلم للدور الإكسائي بكل تأكيد حسب التصنيف الفيفا سواء الخمس فرق الأولانيين في التصنيف الأول أو الخمس الفرق التواني أو التصنيف الثاني أنا شاف إن نتائج أنصفتهم يستحقوا الصعود بكل أمانة بكل وضوح لو هنقيم العشر فرق إجماليا تعالنا وإنت نشوف قبل ما تقيم تعالنا نشوف النتائج يمكن نتائج الجولة الأخيرة بالتصنيفات أفريقيا المؤهلة للمونديال طبعا النتائج المجموعة الأولى النيجر فازت 7-2 على جيبوتي الجزائر اتعادوا لـ 2-2 مع بوركينا فاسو دعا من خلال المجموعة الأولى المجموعة الثانية فوز تونيس 3-1 على زنبيا وموريتانيا التعادل مع غينيا الاستوائية التعادل 1-1 المجموعة الثالثة بنتكلم نجيريا والتعادل 1-1 مع الرأس الأخضاء اللايبيريا فوز على أفريقيا الوسطى 3-1 المجموعة الرابعة الكاميرون بيفوز 1-0 على سحر العاج وموزنبيق بنفس النتيجة على ملاوي المجموعة الخامسة مالي الفوز على أغاندا 1-0 وكينيا الفوز على أورواندا 2-1 المجموعة الستة مجموعة مصر طبعا فوز المنتخب الوطني 2-1 على الجابون وتعادل المنتخب الليبي أمام أنجولا 1-1 المجموعة السبعة غانا بتفوز 1-0 على جنوب أفريقيا وزنبابوي تتعادل 1-1 مع أسيوبيا المجموعة التامنة سنغال بتفوز 2-0 على الكنغو ونميبيا بتنهزم 1-0 أمام توجو المجموعة التسعة المغرب بطبعا سلاسية نظيفة أمام غينيا غينيا بتساو تعادل سلبي أمام السودان والمجموعة العشرة والأخيرة الكنغو وبتحق طبعا الفوز على بنية